موسيقى نشرة الأخبار أهلا بكم استقبل الرئيس والجزائري عبد المجيد تبون الأربعاء وزير الخارجية التونسي نبي العمار كمبعوث خاص حاملا رسالة من الرئيس التونسي قيس السعيد حسب ما أفاد به بيان للرئاسة الجزائرية المصدر ذاته أضاف أن اللقاء جرى بحضور وزير الخارجية الجزائري أحمد عطف استقبل وزير الخارجية المصر سامح شكري السفير الجزائر لدى القاهرة والمندوبة الدائم لدى جامعة الدول العربية حميد الشبيرة حيث سلمه رسالة خطية موجهة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من قبل نظره الجزائري عبد المجيد تبون وأكد وزير الخارجية المصري للسفير الجزائري خلال هذا اللقاء الذي جرى أمس الأربعاء على إرادته الراسخة في مواصلة توسيع وتعميق التعاون بين الجزائر ومصر وتكثيف التشاور السياسي بينهما على مختلف المستويات منوها بالمستوى الجيد وبالمكاسب المحققة في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين السفير الجزائري حميد الشبيرة أعرب بدوره عن عزم الجزائر على ترقية التعاون بين الجزائر والقاهرة لا سيما في مجالات الاستثمار والشراكة وتبادل التجاري لاستغلال الإمكانيات الكبيرة المتوفرة في مصر والجزائر في خبر آخر يعقد قادة أركاني دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس اجتماعهم اليوم الخميس بالعاصمة الغانية أكرا لوضع اللمسات الأخيرة على خطة محتملة لنشر قوات احتياط بالنيجر وعقدت جلسة اليوم لرؤساء أركاني دول إكواس لبحث التطورات السياسية في النيجر ووضع الخطة النهائية لنشر قوات الاحتياط في هذا البلد تمهيدا لتدخل عسكري محتمل وكانت المجموعة قد هددت سابقا بالتدخل العسكري لوضع حد للانقلاب في النيجر بالمقابل تعهد قادة المجلس العسكري بالتصدي لأي عمل عسكري قد تقدم عليه مجموعة إكواس هذا وقال مفوض السلام والأمن في إكواس إن المجلس العسكري في النيجر يتظاهر باستعداده للمحادثات لكنه يبحث عن أسباب لتبرير الانقلاب المفوض وخلال افتتاح أشغال اجتماع رؤساء أركاني دول إكواس بالعاصمة الغانية أكرا أكد أن قوة المجموعة جاهزة للرد في حال فشل جميع الحلول في النيجر مضيفا أنه سيعمل على استعادة النظام الدستوري بكل الوسائل المتاحة مسؤول إكواس جدد التذكير بأن المجموعة لا تزال تعطي فرصة للديبلوماسية مشيرا إلى أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة إنهم يتظاهرون كما تعلمون بأنهم مستعدون الآن للمحادثات لكن حتى عندما يخبروننا بذلك فإنهم يبحثون عن أسباب وأسباب لتبرير انقلاب غير مبرر لا أحد يشك في أنه إذا فشلت المساعد الدبلوماسية فإن قوة مجموعة الدول غرب إفريقيا سواء العسكرية أو المدنية مستعدة للاستجابة لنداء الواجب بكل الوسائل المتاحة سيتم مستعادة النظام الدستوري في البلاد وهذا الاجتماع اليوم يشهد على ذلك مفوض والشؤون السياسية والسلام والأمن في مجموعة إكواس أكد أن التكتل لديه قواعد وضوابط وهو مستعد للدفاع عنها وحمايتها ما ينسونه هو أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا هي منظمة قائمة على القواعد لدينا بروتوكولاتنا ولدينا ضوابطنا ونحن مستعدون لحمايتها نحن ذاهبون إلى النيجر مع وحدتنا الخاصة ومع معداتها نحن نذهب مع مواردنا الخاصة ومتأكدون من أننا سنستعيد النظام الدستوري من جهته قال وزير الدفاع الغاني دومينيك نيتيول إن قادة الإنقلاب العسكري في النيجر يقاومون كل الجهود المبدولة لحل الأزمة بشكل سلمي حتى الآن ستضعون خطة لضمان تفعيل القوات الاحتياطية والسعادة الديمقراطية في النيجر إذا كان الحارس ورئاسي في غينيا والنيجر سسخدموا كلمة أن رئيسهم رهينة لا أحد اسمحوا لي أن أكرر لا أحد في غرب إفريقيا آمن قالت الخارجية الأمريكية الأربعة إن السفيرة الأمريكية الجديدة لدى النيجر كاتلين نفيتس ستسافر أولانيامي في إشارة إلى استمرار انخراط واشنطن في مساعي بحث الوضع هناك وقال مسؤول أمريكي إنه من المتوقع أن تصل السفيرة في النيجر في وقت لاحق هذا الأسبوع مضيفا بأنه لا توجد خطط لتقديمها أوراق اعتمادها إلى قادة الإنقلاب موضحا أن ذلك ليس ضروري بالنسبة للعمل في السفارة المسؤول الأمريكي أكد أن السفيرة الجديدة ستذهب إلى النيجر لقيادة البعثة والتنسيق جهود الحكومة الأمريكية في هذا الوقت الحرج حذرت الأمم والمتحدة من أن الأزمة الحالية في النيجر قد تفاقم عدم الأمن الغذائي بشكل كبير في الدولة الفقيرة وحتت على إقرار إعفاءات إنسانية من العقوبات ومن قرار إغلاق الحدود لتجنب الكارثة وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن عدد النيجريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد تجاوز ثلاثة ملايين شخص قبل الإنقلاب منبها إلى أن أكثر من سبعة ملايين آخرين ممن يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل معتدل وقد يشهدون تدهور وضعهم بسبب الأزمة المتفاقمة وفي أخبارنا الأخرى قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة إن عودة الاقتتال في البلاد أمر مرفوض والوطن لا يحتمل أي تصرفات غير مسؤولة وفق تعبيره وبحسب بيان لحكومة الوحدة فإن دبيبة لدى استقباله مساء الأربعاء أعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة أكد على أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية كافة لفرض الأمن وضمان استدبابه من جهته أكد رئيس مجلس الأعيان والحكماء خلال اللقاء على حرمة الدمليبي واتفق الحاضرون على ضرورة تضافر الجهود الاجتماعية والأمنية والعمل بشكل موحد لإنهاء تداعية الاجتباكات الماضية وضمان عدم تكرارها ومنع الحروب أيًا كانت أطرافها وأسبابها يضيف المصدر أم تنموت إحنا كلنا؟ نموت دفاع الوطن دفاع الشرف دفاع على ديننا هذا نموت فيه وإحنين فرحانين ونسواننا ومهاتنا يزغرة ودرناها قبل وحنديروها إن شاء الله مهوش عيب إن إحنين نموت في سبا وطننا لكن الموت إنهمين تقاتلوا على سبا سلطة ولا على سبا منصب ولا على سبا ولد فلان ولا على سبا الشيخ فلاني ولا على سبا الواحد هذا بصراحة مستنكر ولا يمكن بصراحة إن إحنا بننسوه وراه اللي ماتوا السبا وعشرين هادي ما منسيتهم شاني الاتحاد الأفريقي أعرب الخميس عن قلقه البالغ إزاءة الاشتباكات الدامية التي اندلعت هذا الأسبوع بين فصلين أمنيين في العاصمة الليبيا ترابلوس داعيا إلى مواصلة جهود المصالحة وقالت مفاوضية الاتحاد الأفريقي في بياننا الخميس إن رئيسها موسى فقي يتابع بقلق بالغ تطورات الوضع الأمني في طرابلوس والتي أوقعت خسائر في الأرواح والعديد من الجرحة مضيفة بأن فقي يحض كل الأطراف المعنية وجميع الفاعلين العسكريين والسياسيين والاجتماعيين على وضع حد فوري لكل أعمال العدائية ويذكر جميع المعنيين بالحاجة الملحة لمواصلة الجهود الجارية نحو المصالحة الوطنية البيان أضاف أن فقي أكد أن لا حل عسكرية للأزمة الليبية وأن وحدة ليبيا وسلامها واستقرارها ومكانتها الدولية التاريخية لا يمكن أن تسترد إلا بالوسائل السلمية أصدر الرئيس والموريطاني محمد ولد الشيخ الغزواني أوامر بفتح تحقيق لمعرفة أسباب نقص مياه الشد في العاصمة نواكشوت وقالت وزارة والمياه والصرف الصحي الموريطانية في بيان إن أوامر ولد الغزواني جاءت مباشرة بعد زيارة لمنشآت أفطوط الساحلي وأكد ولد الغزواني على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتخفيف وطأة أزمة العطش الخانقة التي تعاني منها نواكشوت منذ أيام وقال وزير المياه والصرف الصحي الموريطاني إسماعيل ولد عبد الفتاح في مؤتمر صحفي أن الأزمة سببها تأخر توسعة منشآت الإنتاج في أفطوط الساحلي مؤكدا أنها ستنتهي خلال أسبوع وصل التطبيع في المغرب مع الكيان الصهيوني إلى مستويات خطيرة خاصة بعد تحالف استغلال القنة بالهندي في أكبر بلد منتج للحشيش وتعتزم حكومة المخزن تنظيم مؤتمر دولي حول القنة بالهندي قبل نهاية العام بمشاركة الكيان الصهيوني الذي يحضر لافتتاح أكبر مصنع لهذه السموم بالمملكة المغربية إنه تحالف المحتلين لا يمكن إلا أن يولد شرعانة لكل ما أجمع العالم على تجريمه فقد لا يكون لديهما حرج من شرعانة تجارة المخدرات بعد أن اتفقا على استباحة الأرض والأرواح الأول في فلسطين المحتلة والثاني في الصحراء الغربية المحتلة أما والتطبيع فقد بلغ أعلى مستوياتها فكان لابد للكيان أن يستفيد من سموم المخزن ويكون أول المستثمرين في قناطير الحشيش التي ينتجها أكبر مصدر للقنة بالهندي في العالم وفق التقرير العالمي حول المخدرات لعام 2022 الذي نشره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة شهر جوان الفارط تعددت المسميات والذلائع وبعضها ألبس رداء قبيا ليتم الإعلان عن مؤتمر هو الأكبر يعتزم المخزن عقده قبل نهاية العام حول القنة بالهندية بمشاركة الصهاينة الذين يحضرون بدورهم لافتتاح أكبر مصنع لهذه السموم في المملكة تقارير إعلامية محلية أفادت بأن مؤتمر القنة بالهندية الذي ستحتضنه مدينة طنجة بين السادس عشر والثامن عشر نوفمبر القادم سيشهد مشاركة الكيان الصهيوني باعتباره يملك خبرة في التقانيات المتعلقة بزراعة الحشيشة وباعتبار المجال يوفر موارد مالية ضخمة تسيل لعاب الشركات الصهيونية ويسهل على الأياد التخريبية تجسيد مشاريعها في زعزعة استقرار وأمن المنطقة برمتها خبراء وأمنيون ومحللون سياسيون وحتى منظمات مغربية تحذر من خطورة التحالف المخزنية الصهيونية في مجال إنتاج الحشيش وتداعياته الخطيرة فمنذ دخول تقنين زراعة القنب الهندي حيز التنفيذ مطلع 2022 منحت الحكومة المخزنية 195 تصريحا لاستغلال القنب أغلبها منحت لشركات صهيونية ومسؤولين صهيين سابقين أدخل المملكة في مرحلة خطيرة من إغراق المنطقة بالمخدرات التي يتوقع المخزن أن تصل عائداته منها 42 مليار دولار مطلع 2028 إلى الشأن الفلسطيني الآن حيث استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخران الخميس برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال عدوانه على مدينة جينين وقالت وزارة والصحة في بيان لها أن الشاب صاحب الـ 32 عاما استشهد إطرى إصابته برصاص الاحتلال في الرأس والصدر والبطن مضيفة أن إحدى موظفات الوزارة أصيبت برصاصتين في البطن والصدر خلال العدوان وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت صباح الخميس جينين بعد تسلل الوحدات الخاصة إلى المدينة في منطقة الدوار والبلد وسط انضلاع مواجهات عنيفة فيما كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال فجرت منزل الشهيد وهو في داخله بالبلد القديم في جينين قال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان الخميس إن بلاده تتطلع إلى زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للمملكة تلبية لدعوة من العاهلة السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز وأضاف بن فرحان في مؤتمر الصحفي مع نظره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن سفيري البلدين سيتوليان منصبيهما في السفارتين بعد إعادة فتحهما بفضل إنهاء الخلاف واستئناف العلاقات الدبلوماسية الوزير والسعودي أعربا عن رغبة المملكة في تعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع نطاق التعاون بين الرياض والطهران مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تسير في الاتجاه الصحيح نهاية والنشرة شكرا لكم وإلى اللقاء